السلام عليكم, النهاردة هعمل معاكم سنية سمك بوري بالبطاطس في الفرن معي طبعا سمك متنظف وغسلته كويس جدا وعملته فتحية بالسكينة علشان يشرب من التدبيلة الخضور اللي استخدمته فلفل اغدر وبصل وطماطم وكرفس وملح وكمون ولمون وحوالي 5 بطاطسات قطعتهم شريح متوسطة وحوالي 7 فصوص كده من التوم مفرومين قلبت كده الخضور كله على بعضه اللي هي التدبيلة وحشيت دي السمك جهزت السنية اللي حسوي فيها السمك نزلت بالبطاطس وبجزء كده من التدبيلة علشان البطاطس كمان تاخد من طعم التدبيلة وبتديت كده ارص السمك واتبقى معي كده شوية من التدبيلة ضفتهم كده على وش السمك من فوق وحدخلهم كمان في الفتحات الفتحات اللي انا عملتها بالسكينة علشان ياخدوا كده من طعم التدبيلة خير حاجة هضيفها حوالي 4 معلق كبار كده من الزيت وكمان نصوا كباية مية وحدخلهم في الفرن في الرف اللي في النص على اعلى درجة حرارة اخدوا معي بالضبط حوالي ساعة الى تلت وكان استوى وشغلتولهم الشوية علشان يحمروا من روش اكلة سهلا وسريع يارب يكون الفيديو عجبكم